اشتركوا في القناة صاحب السمو الملكي الأخ العزيز الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز السعود حفظه الله مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنه ليطيب لنا أن نكتب لسموكم معبرين عن خالص التهانية والتبركات بمناسبة عيد الأضحى المبارك مشيدين بالجهود المتميزة والتسهيلات الكبيرة التي توالي تقديمها حكومة حضرة أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود حفظه الله ورعاه لضيوف الرحمن من حجاج بيته الحرام عاما بعد عام تسهيلا عليهم في أداء مناسك حجهم وأننا لنود اغتنام هذه المناسبة المباركة لتأكيد خالص التقدير لهذه الجهود العظيمة التي تبذلونها وجميع المسؤولين بإمارة مكة المكرمة ولجنة الحج المركزية أداء لهذه الرسالة النبيلة التي تتحملونها بكل أمانة وإخلاص في ظل القيادة الحكيمة لحضرة أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود حفظه الله ورعاه ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة دعينا الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم الخير والثواب العظيم عليها وأن يديم عليكم موفور الصحة والسعادة وعلى المملكة العربية السعودية الشقيقة اضطراد الرفعة والتقدم والنماء في ظل قيادتها الحكيمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم خليفة بن سلمان الخليفة رئيس وزراء مملكة البحرين